في هذا الدرس إن شاء الله نستكمل الدرس السابق اللي سوينا فيه برنامج يجمع عددين أو سوينا فيه واجهة البرنامج بالحقيقة في هذا الدرس إن شاء الله راح نكتب الكود الخاص بالبرنامج طبعا الكود اللي راح نكتبه فيه جزء كبير منه يمكن ما راح تفهمه بشكل دقيق مضبوط لكن هذا شي طبيعي جدا زي ما قلت لك إن البرمجة ببرمجة برمجة الأندرويد يعني متقدمة شوي ففيه أجزاء ما راح تفهمها الآن لكن إن شاء الله مع الوقت وإن شاء الله بنهاية سلسلة الكورسات هذه راح تكون إن شاء الله قادر على فهم معظم هذه الأشياء طيب راح نعرف أربع متغيرات أو أربع أبجيكتز هنا عرفنا أربع أبجيكتز بالإضافة إلى ثلاث متغيرات طبعا تعريف هذا الثلاث متغيرات شي طبيعي جدا ومتعود عليه أنت هذا بالضبط نفس اللي كنا نسويه سابقا اللهم أنه كنا نسويه جوه الميثود مين ما عد فيه هنا ميثود مين ما عد فيه ميثود مين طبعا ذكرتنا سابقا إنه في برامج الأندرويد برامج الأندرويد ري أكتف يعني بمعنى أن تستقبل تستجيب لإفنس لأحداث لذلك تلاحظ أنه ما في مين المين هو في الحقيقة أي برنامج جافة لابد في مين ولكن أنت مخفية عنك المين المين مكتوبة بطريقة معينة حتى أن تستجيب للأحداث بدل ما كنا نكتب المين بطريقة مبسطة جدا بحيث أنه عبارة عن برنامج يبدأ وينتهي مباشرة يبدأ يقرأ بعض الإمبوت يسوي له بروسسينج بعد كده يعطيك آوتبوت وينتهي البرنامج خلاص لا المين هنا مكتوبة بطريقة بحيث أنها تستمر في العمل ومنتظرة الأحداث التي تجيها من اليوزر وتستجيب لهذه الأحداث فخلوا نشوف هنا طبعا لاحظوا أني لما عرفت هنا الأوبجيكتز هذه مضبوط طبعا عطاني مشكلة قال لي أنه ما فيه not imported إذا تذكرون السكانر كنا لما نعرفه سكانر لابد نسوي import للكلاس حقه سكانر فنفس الشي بالأوبجيكتز هذه الإدت تيكست والأوبجيكتز هذه لابد أن نسوي import للكلاسز الخاصة فيها خلوني أكتب لأسوي عملية الإمبورت هنا عندي زين زين خلونا طيب سوينا عملية الإمبورت الآن لالكلاسز المطلوبة كل كلاس طبعا تمثل واحد من الأوبجيكتز الموجودة هنا راح نتعرف إن شاء الله فيما بعد على معنى الكلاس والأوبجيكتز أو عفوا نربط ما بين الأوبجيكتز اللي عرفناها هذه وما بين الرسومات اللي موجودة هنا هذه الخطوة التالية زين نربط ما بين الرسومات الموجودة هنا وما بين الأوبجيكتز اللي عرفناها فخلونا نجي هنا ونسوي العملية هذه زين اللي سوينا هنا هو واننا ذكرنا لي قلنا انه الـ object first number هو يمثل العنصر يمثل الـ element أو العنصر أو الـ component المرسومة اللي هي من نوع edit text وزين اللي من نوع نص اللي اسمها text number 1 قلنا هنا find by id يعني ابحث عنها باستخدام الـ id لو نيجي هنا نشوف هذه الـ number 1 الـ id هذه عبارة عن text خلونا نرجع بس نتذكر ايش حقتنا كانت اللي هي عبارة عن edit text اللي هو edit text هذا زين هذا هو فهذا edit text شف نوعه edit text واسمه text number 1 فعلا هذا هو text number 1 وهو عبارة عن edit text زين فهذه الطريقة اللي من خلالها نربط ما بين الواجهة الرسومية اللي قدامنا وما بين البرنامج هذه الآن حاليا نحن نسميها object لكن ممكن أن تعتبرها يعني 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 عشان بس يعني ما أمان لأن إلى العمل ما درسنا object ممكن قولنا variables لكن variables يعني شوي أكثر متقدمة أكثر من variables العادية اللي حين نتعودين عليها مضبوط فهذه هي عرفنا الobject اللي تمثل العناصر الموجودة في الواجهة الآن خلونا يجي الآن العمل وهو أننا نبغى نستجيب لعملية الضغط على الزر الضغط على الزر هنا رح يولد لنا event رح يولد لنا حدث إذا ضغطنا على زر add لابد أن هنا نستجيب للحدث هذا ونسوي العملية هذه بالشكل التالي نقول اللي بنسويه نقول أنه بالنسبة للزر هذا اللي اسمه button add نبغى نضيف listener نبغى نضيف listener للبوتن هذا مضبوط اسمه اسمه listener on click listener يعني listener للضغط على زر لما يضغط على الزر فأنك تغلي الكود الموجود هنا الكود الموجود هنا هذا هو فقلنا البوتن أضف له listener جديد لعملية الclick للضغط وإذا تنفذ listener أو المستمع للأحداث هذا إذا تنفذ فإنه تنفذ الكود الموجود هنا طبعا طريقة كتابة listener يعني هذا الكود يستخدم ما يسمى بالanonymous classes وهي موضوع أيضا إن شاء الله نشرح إن شاء الله فيما بعد في المستقبل طبعا هنا طالب مننا أننا نسوي import للview فخلوني أجيب خلوني أسوي import أكتب الكود اللي سوي import للon click listener هذا هو الكود اللي سوي import للon click listener طيب الخطوة التالية أننا نكتب لما يحدث الحدث نبغى أننا نجمع الرقمين اللي مدخلات الرقم هذا والرقم هذا نبغى أن نجمعهم ونضع النتيجة في ونظهر النتيجة للمستخدم أخلوا هنا نكتب الكود شو راح نسوي هنا راح نسوي شي التالي خلني أعطيك الكود وبعد كده أوريك أشرح لك الكود هذا بشكل سريع لاحظ أني أنا ما أحاول أكتب الكود زي دروس سابقة وإنما أنسخ وألصق الكود بشكل سريع حتى الحفاظ على الوقت ولأن المقصد من الدرس هذا هو فقط أخذ نبدة سريع عن الأندرويد وليس فعلا تعلم الأندرويد بشكل عميل شو راح نحن هنا نحن قلنا أنه نموا نموا هذا variable variable زي الـ variables اللي متعودين عليها الآن وصلنا للمرحلة الـ level اللي حنا متعودين عليها الـ level البسيطة جدا زين وهي التعامل مع الـ variables وجمع الـ variables وغيرها فقلنا أن الـ variable نموا ياخد قيمته من خلال parse double مضبوط يعني رحل الـ first number زين اللي مكتوب فيه الـ first number اللي هو يمثل هذا مضبوط رحل هذا وعطنا الـ number اللي موجود فيه عطنا الـ text اللي موجود فيه عفوا زين عطنا القيمة اللي موجود فيه عطنا إياها كـ string وبعد كده حولها إلى double زين فهذه الـ class double تقدر تحول لنا string إلى double يعني أنت تاخده كـ string إحنا ذكرنا سابق أنه فيه فرق بين نواع البيانات إذن هنا شف لاحظ أن الجميع اللي درسناه سابقا مهم جدا سابقا قلنا أن في نوع نوع بيانات اسمه string وفي نوع بيانات اسمه double الـ double يمثل رقم string يمثل رموز حتى لو كانت الرموز عبارة عن أرقام فإن كمبيوتر يتعامل معك الرموز فالجلسين نقول له هنا نقول له لما تستقبل الرموز هذه من المستخدم عبارة عن string فأبغاك تحولها لي إلى رقم إلى كـ double مضبوط فهذا نم 1 صار كذا وهذا نم ونفس الشيء نم 2 فهنا هذه بديل لعملية القراءة قديما كنا نستخدمها سكانر ونقول next double وغيرها هذي شيء شبيه بعملية القراءة اللي كنا نستخدمها سابقا next double سابقا كانت تسوي لنا العملية هذه بدون ما نشعر حنا هنا لا لازم حنا نسوي لازم حنا يعني next double سابقا كانت تقرى من من الـ command line من سطر الأوامر string وتحولوا لنا إلى رقم double automatic بدون ما تقول لنا مضبوط هنا لا حنا لأخذنا string من المستخدم اللي يكتبه مستخدم واستخدمنا المثود parse double حتى نحول string هذا إلى no تمام قرأنا الرقم الأول قرأنا الرقم الثاني بعد كده أخذنا السم أو المجموع حق الرقمين الرقم الأول ورقم الثاني بعد كده قلنا أخذ السم اللي هو الدبل وحوله إلى string مرة ثانية يعني رجعه مرة ثانية إلى string ثم بعد ذلك حطه في الـ add result حطوه هنا في الـ add result اللي هو المكان اللي راح تظهر فيه راح يظهر فيه ناتج عملية ناتج عملية الجمع طيب خلونا نتأكد بس أنه هذا موجود ايه نعم هذا new text result طيب خلونا الآن نجرب أن نشغل مفروض إن شاء الله أن البرنامج الآن جاهز طبعا هم أعطيني error هنا بسيطة خلونا نشوف خلونا نحن نشغل البرنامج نشوف حارف ممكن إنه تعطي هنا حارف غير مرعي هالي دائما تصير إذا صرت كاملة هذه خطأ من خلال خبرة البرمجة توقعت شكل كبير انه في بعض الاحيان لما تسوي تنسخه لصق من مكان ثاني في بعض الاحيان تظهر لك حروف غير مرئية وموجودة ولكن الكمبيلر يعطيك error عليها يقول لك في حرف وانت ما تشوف الحرف انت ما لاحظته اني سويت هنا شيء لكن فعليا في حرف غير مرئي حدفته هذه من خلال خبرة تكسبه في البرمجة تعرف الاخطاء هذي الممكن تاخذ منك ساعات وانت ما تدري ليش وهي خطأ تافية جدا فالخطأ كان بسيط جدا كان في حرف غير مرئي اشلنا الحرف الغير مرئي لان نقدر نشغل البرنامج اذا ما انتبهت ارجع بالفيديو شوي راح تلاحظ اني حركت شوي وشلت يعني حركت شوي وضغطت يمكن وحولت ازيل حاجة طيب الآن نرجع نشغل البرنامج زين ما ندري هل اشتغل برنامج خلو نجرب الآن ان ندخل عددين ونجمعهم اه اشتغل برنامج ممتاز اذا اخيرا سوينا برنامج بسيط جدا ياخذ عددين ويجمعنا العددين ويطلع لنا اه الناتج الغرض من الدرس هذا اه صراحة هو غرض مهم جدا وصلتني عدد وصلني عدد كبير جدا من الطلبات والرسائل اللي نوعا ما تتذمر من انه البرامج مملة شوي اللي كنا نشوفها سابقا اللي كانت اللي كانت من خلال كماند لاي زين ونحن يعني الناس كلهم يستخدمون الاندرويد يستخدمون الويندوز وغيرها فنبغى نشتغل الاندرويد والويندوز وكذلك الطلاب عندي في الجامعة نفس الشي تدمرون اللي حبيت ان اوصله من خلال البرنامج هذا هو انه البرمجة على البرامج الاندرويد والبرامج اللي فيها يوزر انترفيس او جرافيك يوزر انترفيس تحتاج الى معرفة عدد كبير عدد كبير جدا من المفاهيم البرمجية قبل انك تدركها بشكل كامل ولعل هذا يكون مثال واضح لكم قبل سوينا برنامج سوينا اكثر مرة برامج تجمع وتطرح وكذا وكانت بسيطة جدا وسريعة جدا بينما هنا اخذ مننا وقت طويل جدا حتى ان نسوي برنامج يجمع ويطرح طبعا فيه عدد من الناس شفت انا ناس في الانترنت يقوم بتجهيز الواجهة وتجهيز الاشياء هذه ويبغاك تعبي مكان معين ويشتغلك البرنامج بواجهة رسومية هذا هو اللي انا سويته في الدرس هذا راح اعطيك ان شاء الله اجهزلك البرنامج الواجهة الرسومية اعطيك الملف ان شاء الله واعطيك ملف الكود المكتوب هذا قدامك بحيث انك تنسخه وتلصقه وتستمتع بعمل برنامج على واجهة رسومية ولكن تذكر ان اللي تعلمناه هنا يعتبر شي بسيط جدا مزين فعليا اللي تعلمناه في الدروس السابقة لما كنا ندرس في كماند لاين كان اكبر بكثير وفي وقت اقل بكثير مزين فهنا يعني انا حاولت اوازن بين الاستمتاع بالبرمجة انك تبرمج على الاندرويد وبين فهم الجوانب العلمية في البرمجة باسرع وقت ممكن وارجو ان الرسالة هذه وصلت لك راح احاول ان شاء الله قدر ما استطاع على حسب ما يسمح في الوقت اني اسجل دروس اضافية على الكورس الحالي في الاندرويد تبقى هذه الدروس كلها اختيارية لمن يريد ايضا ما في اي مانع انك انت الان تعدل في البرنامج هذا وتحاول يعني متغير في اشياء يعني كذا لكن قد يعني تذكر او اعتقل في اعتقاد يعني اذا كنت فعلا يعني مبرمج مبتدع ما عندك اي خبرة سابقة انك راح تواجه عدد كبير من المشاكل ويضيع عليك وقت طويل ممكن تستثمروا في اشياء اخرى وتصبر بس شوي الى ان ننتهي ان شاء الله من الكورس والكورس ان شاء الله الكورس اللي بعده وتاخذ يعني مقدمة فضل بكثير عن البرمجة بحث انه تسهل عليك فهم الكلام المكتوب قدامك هذا بشكل اكبر بكثير الخيار مترك لك وارح حاول ان شاء الله قدر مسطاع ان اضيف بعض دروس الاندرويد البسيطة الاختيارية في المستقبل اه واتمنى ان شاء الله لكم الفائدة والمتعة اه معا